مصحية طيب وأمير أو يعملها بطعم الزمن اللي احنا فيه دلوقتي في 2023 أنا مين بقى؟ أنا لا الطيب ولا الأمير أنا الوزير اللي في النص اللي هو بيحيك هذه المؤامرة أو هذا التفكير وبيحاول أنه هو يستغل اللعبة اللي عايز يلعبها الأمير بتاعه وأنه هو يعيش شوية بقى مش أمير ويجيب واحد بداله أنا بقى من طور الأمير غندور والأمير غندور رابع هو أمير دولة كده في الخيال يعني خلاص بيجي مصر الزيارة وهو بيحب مصر قوي طول عمره بيشوفها من مجهة النظر في الميديا بره والكلام ده ومن حكاوي الناس ووالده الأمير غندور التالت اللي هو والده يعني برضه كان بيحب مصر جداً عشاء مصر وكان بييجي هتلاقي الموضوع خيالي بس فيه لمحة كده من الواقع وفيه طعم من الواقع يعني فهو بييجي هنا بيحب بنت هنا وبعدين بيخش في المفارقات بيبقى عايز يوعد أطول وقت ممكن في مصر يعني فبيحصل مفارقات كتير مع المصريين اللي موجودين وده اللي بيعمل دحك يعني بدور الشخص الموظف البسيط اللي هو سعيد الطيب اللي بيتورد في الفلوس اللي كان لازم تدخل في حساب الشركة اللي بيشتغل فيها في هذا اليوم ونظراً لظروف خاصة جداً حصلت يعني الراجل معرفش يحط الفلوس في البنك فبقى مجبر ان هو زي ما حصل في القصة الناس عرفان ويباد في قوتيل وهنا بيحصل بقى لعبة التبديل مع الأمير اللي عايز يعيش حياته بشكل طبيعي جداً وبتنشي علاقة عاطفية بينه ومن واحدة اللي شغالين في الفندق فبيبدأ يعيش زي أي مصري عايز ينطلق وما يبقاش تحت ضغط المسئولية بتاعت السياسة والإمارة اللي هو جاي منها إمارة سرسستان دي يعني بلد وهمية طبعاً مش إمارة حقيقية يعني بلد اسم كوميدي يعني مش أكتر ظري في المصرحية أنا الشخص اللي البطل بيقابله اللي هو سعيد الطيب وبيغير مجرى الأحداث بتاعته اللي هو بيخش حشري كده معاه وبيحاول ياخده وحاجات كده كتير عشان تليفونه تسلق وده المغزر بتاع المصرحية في الآخر ومن الحشرية بتاعته دي بلبسه للأسف في حيطة أنا بعمل دور شخصية اسمها مذكور مشهور وده من دولة سرسستان العالم الخيالي اللي افترض المؤلف أحمد الملواني وهو الشرير بتاع المصرحية الجمهور بصفة دائمة يعني الحمد لله مكتمل العدد طبعاً إشادات كبيرة جداً من جميع النقاد والجمهور العادي حتى اللي بيحضر المصرحية بيكتب دوت بشكل مستمر على صفحات الشخصية بتاعتهم على وسائل التواصل الاجتماعي موسيقى